كشف المدير العام للمصرف التجارية السوري فراس إبراهيم سلمان عن تسوية قروض متعثرة بعشرات المليارات من الليرات السورية كانت مستحقة للمصرف في ذمم المقترضين مدير عام المصرف أكد أن إجمالية ديون التي تمت تسويتها بلغت 24 مليار و800 مليون ليرة سورية توزعت على 23 مليار و500 مليون ليرة سورية هي ديون تمت جدولتها في حين بلغ مجموعة ديون التي تم تسديدها بشكل كامل مليار و206 مليون ليرة سورية أما ديون التي تمت إعادتها للوضع الطبيعي فقد بلغت إجمالا 38 مليون و300 ألف ليرة سورية مضيفا بأن دفعات حسن النية المسددة فعليا بلغت نحو مليار و300 مليون ليرة سورية